هو بوزير الثقافة خلفة ولا ليه هو الحديث على الثورة الثقافية ثم ناس يمكن يبسطوا العملية وكأنها عملية إرادية وكأنه قرار سياسي يمجيش بقرار سياسي لأنه كي نحكو على تشكيل الوعي الثقافي وإعادة تشكيل الوعي الثقافي وتثوير الوعي الثقافي هو مرتبط تقريبا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهو نتيجة له وكان من المفروض أنا نقول على الأقل اللي ثورة الثورة الثقافي تكون معاها ثورة ثقافية وتوجدت رهي لبونات بتاع ثورة ثقافية في بداية تشكيل حتى الوعي لأنه العملية عملية التحولات السياسية الكبرى اللي بطبيعتها هي نتيجة تراكم لتحولات اقتصادية واجتماعية هي تشكل نوع من الصدمة عند أي جمهور ولا أي عند شعب تخليه الصدمة هذي كي يجدد معنتها رؤيته زاوية نظرة متاعه لنفسه ولهويته وللعالم حتى من حوله وللتشكه الهدية وكانت فرصة موانت يا برش هل نذكر أنا مثلا الأيامات اللي تقريبا تلتت الثورة 14 جانفي تخلق الظاهرة في تونس هي ظهرت الحهم الشعبية وهيكا حالة الانتظام ما بين المواطنين من أجل كل اللي يسميه ومحنا معتها حراسة المنازل متاعهم وكذا هذيكا كانت مهاد وكانت بذور لتشكل اللبنة متاع وعي جديد كان من المفروض الاشتغال عليها والمراكمة عليها هذية لكن للأسف شنو اللي صار تقريبا كل المخاض اللي كان يصير في الحهم الشعبية وفي الاحياء متاعنا وكعملية إعادة اكتشاف التونسي لنفسه بعد لمشاء الاستبداد بعد الاستبداد رحلة معنتها التونسي بدي يشوف في التونسي خارج مظلة الأخ الأكبر لمثل الاستبداد هذيكا وبدو كالسهريات في الليل هذيكا والحديث خارج هكا الضغط هذيكا بدي يشكل في مهاد جديد من أجل خلق وعي جديد اللي هو مش يخلق ثقافة جديدة واسس متاع ثقافة جديدة للأسف تم إجهاضه من خلال سطو السياسي على الثقافي لأنه بسرعة كبيرة ياسر في ظرف شهرين ثلاثة أربع احنا بزرنا نحتفله بالجانب ذاكا كالجانب الاحتفالي كفرحة التونسي بنفسه إعادة اكتشاف صورته اتخلنا طول للمعركة السياسية وبدأينا نحكو على التقسيمات الجديدة التقسيمات الجديدة اللي صارت على أساس إيديولوجيا وعلى أساس سياسي وبدأينا نحكو على المسلم والمهوش مسلم والكافر وتم تقريبا تحويل وجهة اللبنة هذية إلى مجالات أخرى وتخنى في هيك التغريبة لمدة عشر سنين ومزلنا فائلة حد الآن هيك منطق الإصطفافات ومنطق هيك الصراعات الهووية وتخنى في الجانب هذي اللي ما خلتش بالعكس أعطت للتونسي هوية متشنجة أنا وزير الخارجية السابق ما عادت لحكاة على الهويات المتشنجة وحكاة على كده ومسكنه تم إيقالته وما لكن كلامه صحيح رأوا على مستوى اجتماعي المفاهيم اللي استعملهم سيونيس يضر لي معنتها وقت اللي أحكاة على تشنج الهويات وحكاة على الجانب هذي الناس استهجنوا التعبير متاعه في الفترة هذيك وتم النتيجة اللي تم إيقالته من وزارة الخارجية لكن على مستوى التوصيف العلمي والسوسيولوجي كليم وراهو كان صحيح أما ما كانش في وقته لنحكاة على تجنج الهويات خارجت بالفعل تم النفخ في هيك الهويات الصغرى للتونسي ولت مجالات للتفتيت مش مجالات للتجميع لذن أنا نقول تأخرت كثيرا تأخرت كثيرا أحنا حتى إذا كان شو لأنه ثم ناس مش في بالهم كنحكا على ثورة ثقافية شوية غناء لا الثقافة لي مش كان شوية غناء وشوية رقصه وفن شعبي وشنية تصوير هذا كيمكن جزء من التجسيد معناتها للثقافة ما الثقافة أعمق الثقافة هي تغير في بنية الوعي في حد ذاته وإعادة تعقل للهوية الوطنية كيفاش نشوف روحي أنا كتونسي تونسي عام 24 كيفاش نشوف روحي ماهيش زاد عودة إلى القديم لأنه ثم ناس يعتبروا كأن الثقافة الوطنية هو العودة إلى الصورة النمطية القديمة ثم يرجع بها الألاف السنين ثم يرجع بها للستينات ويقول لك هذيك هذه الصورة لا معاش نجم تسترجعها هذيك نوع خلينا نقوله من الأصولية العودة القديمة لا هو كيف يتعقل التونسي ويرى نفسه في عام 2024 من خلال وعي جديد دون أن يقطع معه الماضي متاعه لكن معه اللي هو يكون في علاقة مع المستقبل في تطورات الحضارة اللي موجودة هذه الحقيقة أنا نقول الدنيا تعقدت قبل لأنه تقريبا جزء من خلق الثقافة هذه يتم عن طريق السلطة وعن طريق مؤسسات السلطة الكبرى عن طريق الإعلام وعن طريق التعليم احنا بكري كنا نحكو على الظاهر جديدا متاع المؤثرين وصانع المحتوى رأوا للأسف جزء منهم أصبح تأثيرهم أقوى حتى من مؤسسات الدولة في حد ذاتها أقوى من الإعلام العمومي وأقوى حتى أحيانا من مؤسسة تعليمية في حد ذاتها اللي كانت هي اللي تشكل الوعي والثقافة الوطنية الجامعة في حد ذاتهم لذلك من نجموش نحكو على ثورة ثقافية بدون نحكي على التحكم في التحول الرقمي الموجود هذي لأنه أكثر أداة توى من أجل خلق الثقافة هذه هي عن طريق هالوصائط المعلوماتية لأنه الشباب اللي من خلاله مش تشكل هالثقافة والهوية الجديدة هذية هو تقريبا تقاه كما كنت تحكي بسام تقاه في الفضاءات هذية نرجع لفضاءات هذية خليفة سن أنا فاصل خليفة